اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع وقاتكم بالخير والمسرات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك والمباشر من البرنامج الإسبوعي من منبر الحرم الذي يأتيكم عبر فضاء الإخبارية مشاهدين الأكارم من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدلة على حسن إيمانهم ونبل أخلاقهم سلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه بعضهم البعض إذ ليس في قلوبهم حسد ولا غل ولا بغضاء ولا ضغينة وليس على ألسنتهم غيبة أو حتى نميمة أو كذب أو وقيعة بل قلوبهم لا تحمل إلا المحبة والخيرة والرحمة والإحسان والعطفة والإكرامة للبشرية ألسنتهم لا تنطق إلا بكل جميل وبالكلمات النافعة والأقوال المفيدة وكذلك الدعوات الصادقة وهذا ما نصت عليه تعاليم دين الإسلام السمح وشريعته الغراء وما قام به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أيها الأكارم ما هي إلا أيام قليلة ويظلنا هذا الشهر الكريم وهذا الوافد العظيم شهر رمضان المبارك حيث تتنزل هذه النفحات من الله عز وجل وتلك الرحمات من الرحمن سبحانه وتعالى جميل أن نستقبل هذا الموسم بسلامة القلوب وبطهارة كذلك الصدور من الغل والحسد والحقد وغيرها من تلك الأمراض المعنوية التي إذا أصابت المسلم فإنها تسلب منه تلك الحسنات نتحول بكم للرحابة الطاهرة في مكة المكرمة نتابع من هناك مقطع من خطبة الجمعة نعود بعدها إن شاء الله لبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم فأكرمونا بالمتابعة انتصف شهر شعبان وانقضت أيامه ولياليه ولم يبق منه إلا القليل ولا يزال بعض الناس هدان الله وإياهم في مشاحنة ومشاحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحٍ رواه ابن ماجة فلم يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا صيام ولا قيام وإنما ذكر أمته بأمرٍ عظيم عند استقبالهم للشهر الكريم ألا وهو سلامة القلب وتوحيد الرب وذلك إذا مضى نصف شعبان فهو إيذانٌ بانتهائه ومجيء ما بعده فمن جمع في صدره التوحيد وسلامة قلبه فقد استوجب الرحمة والمغفرة من ربه فالقلب السليم يا عباد الله هو الذي سلم من كل شبهةٍ تعارض خبر الله ومن كل شهوةٍ تبعده عن الله قال ابن القيم ولا تتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شركٍ يناقض التوحيد وبدعةٍ تخالف السنة وشهوةٍ تخالف الأمر وغفلةٍ تناقض الذكر وهوىً يناقض التجريد والإخلاص فالقلوب السليمة هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان ففاضت بالخير والبر والإحسان وتزيَّن أصحابها بكل خلقٍ جميل وانطوَت سريرتهم على النقاء وحب الخير للآخرين فلذا أسلموا الناس صدوراً وأطهرهم قلوباً هم الأنبياء والمرسلون الذين أحبُّوا الخير لأقوامهم وأممهم وبذلوا أنفسهم في نصحهم وإرشادهم وبذلوا أنفسهم في نصحهم وإرشادهم وتعليمهم وهدايتهم فهذا الكريم بن الكريم بن الكريم وبذلوا أنفسهم في نصحهم وإرشادهم في نصحهم وإرشادهم وإرشادهم في نصحهم وسلامة قلبه وطهارة نفسه فقد أوذي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون الأذية في سبيل دعوته ومع هذا كان أسلم الناس صدراً أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام الجديد في هذه الظهيرة المباركة وترحيبنا ثاني من ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ تركي بن عبد الله الغامدي الباحث والداعية الإسلامي أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم شيخنا الكريم وطيب الله جميع وقاتك بالخير ومسرر وحياكم الله شيخ عبد الرزاق وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين دعنا بداية أن نتحدث هنا عن اختيار هذا العنوان المبارك في خطبة الجمعة ونحن على مشارف هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وضرورة تصفية القلب من الأحقاد والضغاء لاستكبال هذا الموسم الإيماني العظيم حيث تتنزل هذه الرحمات من الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه جمعين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وتقبل منا صالح أعمالنا الشيخ ماهر المعيق لإمام الحرم وفقه الله ربما اختار هذا العنوان في هذه الجمعة بالذات تحديدا لقربها من منتصف شعبان وقد صدر الخطبة بهذا واستشهد بحديث يروى عنه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه في ليلة النصف من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر لكل مسلم ما لم يكن مشركا أو مشاحنا وربما والعلم عند الله سبب هذا التوقيت أن العبادات معلوم أن موطنها القلوب وأصل عمل العبادات هو إصلاح هذه القلوب ولا يحسن بقلب أن يقبل على موسم عظيم جدا بل هو أعظم مواسم العام عموما وهو شهر رمضان المبارك و هذا القلب ليس قلبا سليما ليس قلبا فيه رحمة وحب ليس قلبا قد أثقلته هذه الأمراض لأن أمراض القلوب أمراض خطيرة جدا أعني أنا الأمراض المعنوية و كذلك الحسية و هذا ما كنت سأقوله يعني الأمراض الحسية نسأل الله أن يعافي كل مريض آمين بدون شكل لما يكون مرض في أصبعي أو في رجلي غير لما يكون مرض في قلبي خطير خطير جدا و قل مثل ذلك أيضا في الأمراض المعنوية فإن إذا كانت في القلوب كانت أمراض جدا سيئة و لا يحسن لصاحبها أن يتلذذ بعباده و قرب و منجاه مع الله سبحانه وتعالى فناسب أن يستقبل هذا الشهر الكريم بتنقية هذا القلب الذي هو موطن العبادة جميل لو تكلمنا شيخنا الكريم كذلك عن التقي النقي الخفي كما وصل بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قضية سلامة القلب و انعكاسها كذلك على الفرد في إقباله على الله عز وجل و في تنزل الرحمات عليه من الله عز وجل الإنسان إذا غفر للناس و رحمهم الجزاء من جنس العمل في الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم أظنوا في صحيح مسلم نعم من أفضل للناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو النقي التقي الذي لا حسد ولا غلة في قلبه الخفي يشير الخفي الذي لا حسد ولا غلة في قلبه أو كما قال صلى الله عليه و عليه وسلم المراد أن هذا يدل على أن أن هؤلاء هم أفضل الناس العمل الذي نتكلم عنه ليس عملا عاديا ليس عملا سهلا ليس عملا سهلا له صفاء القلب نقاء القلب سلامة القلب هذا معنى رائع جدا و منتهى التسامي و منتهى الروح الإنسانية العظيمة أن يكون الإنسان قلبه سليما أخي الكريم نحن في النهاية بشر و يعترين ما يعتري الناس نغضب و يعني نحزن و ربما حتى الإنسان يعني يشعر بمرارة حقد من خطأ يعني تجاهه أحيانا هناك روافد روافد هي التي تؤدي لهذه الأمراض مثل الغيبة و النميمة و السب و اللعنة هذه ترى تورث تورث مرض القلب بلا شك و لهذا شرع لنا في الإسلام أن نسلم هذا القلب أن نسعى في سلامته إلا من أتى الله بقلب سليم لأن القلوب إما قلبا ميت أو مريض أو سليم كل مسلم قلبه حي لكن قد يكون أحيانا القلب مريض و القلب المريض هو الذي فيه هذه الأحقاد و هذه الأمراض و يحتاج إلى أن ينظف و ينقه هذا القلب و العامة الناس اللعنة يقولون في لا ما شاء الله عليه قلب هبيض صح و لا لا و لا قلب طير دلالة على أن هذا القلب قلب لا يحمل غلا و لا حقدا و لا حسدا و لا جورا و أعوذ بالله أن يكون الإنسان مليء قلب بمثل هذه الأمراض صدقوني يا أخواني لما نتكلم عن هذه الأمراض يتبادر إلى ذهر الإنسان أني إذا كان قلبي سليم هذا معناتي أني أحسن إلى المجتمع الذي أعيش معه فأنا لا أحقد عليهم و لا أحسدهم و لا أبغضهم و هذا كلام جيد و هذا كلام جيد و هو معنى شرعي لأن المجتمع يحتاج أن يكون مجتمع متحاب سواء مجتمع على مستوى الأسرة أو على المجتمع بصورة عامة صحي لكن الحقيقة أن المستفيد الأول من سلامة القلب هو أنت يعني الدعوة هذه لما نتكلم عنها مسألة صفاء القلب و نقاءه من هو يعني أسعد الناس بهذا؟ هو الشخص نفسه أو لا؟ صحيح المعروف الإنسان الذي عنده حقد و غل و حسد يعيش حياته يتلقى يقول يا أخي أنا مقبون أنا تعبان أنا أه طيب هو قاعد يحس بألام الآن صح أو لا؟ إذا كان عنده حسد ستلاحظها المحسود يمكن ما يدري أصلا المحسود مرتاح لكن يا شيخ معرفة حقيقة الدنيا و أنها دنيا زائلة و أنها إلى زوال و أن الإنسان سيلقى الله عز وجل إما إلى جنة الأرض و السماوات و الأرض و عدة المتقين هذه ما تجعل هناك سلوة للإنسان في أن يتعملك على أحقاد نفسه على حظوظ نفسه من أجل أن يلقى الله عز وجل بقلب خال سليم تجاه إخواني المؤمنين حتى لو أخطئ عليه هو بعض السلف كان يتكلم عن هذا المعنى بمعنى أن هذه الدنيا لا تسوى أن الإنسان يضحي بمرض قلبه و غل قلبه و شحن نفسه تمام على الآخرين و في النهاية أن تتكلم عن جزء سيذهب و ستذهب إلى الحياة الباقية السرمدية العظيمة التي تحتاج فيها أن تكون بقلب نقي بقلب طاهر فبدون شك أن النظر إلى الحياة بمقدارها الحقيقي مهم للغاية بس أنا ودي الشيخ عبد الرزاق أن أشير إلى مسألة بعض الناس يقول أنتم تنظرون بشكل نرجسين صح التعبير و مثالي أنه يخي خلنا واقعين يخوي واحد أخطأ علي وأساء لي وتبين أن أظر و خليه كذا بس دوما أخي أنا بشر أبزعل أبصير أشعر بألم في قلبي الشريعة ما أتت للإنسان أن يكون إنسانا ملائكيا ولهذا لماذا شرع لنا العفو والصفح العفو والصفح و ما معناته يعني أنا جاني خطأ وجاني أذية فتأذيت بل الشرع يحق لك أن الإنسان أساء لك أن ترد الإساءة بمثلها هذا من حقك لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله يعني هذه منزلة و لم يحدد الأجر و هذا أجر مفتوح لأنك أنت أنت يعني تقوم بعمل عظيم جدا وبالتالي يعني كان جزائك أن أجرك بلا عد ولا حد لكنني أنا أقول لإخواني وأخواتي حتى يكون الكلام يعني تطبيقيا أننا في حياتنا ربما نتعرض لمثل هذه الأمراض أعني أمراض القلوب لا أحد يسلم منها و لكن وين الخطورة في تصوري لما أنظر لهذه الأمراض يعني تخيل عندك مرض في القلب تمام و لا تراجع و لا تأخذ دوة و لا تأخذ علاج و لا تبحث عن أسباب ارتفاع الضغط سيكون هناك انتكاسة أه ليس كذلك صحيح نقول لا نعيب عليك أن جاءك مرض لكن نعيب عليك أنك أهملت علاج هذا المرض فنحن نقول قد يتعرض قلبك إلى شيء من الأحقاد أو الحسد أو الشحناء و ما شابه هنا نقول الذي المطلوب منك الآن أني أسعى لعلاج جميل هذا القلب نسألكم مفضلة الشيخ بهذا الاتصال معنا مشاهدين الكرام فضيلة الدكتور راشد بن عثمان الزهراني عضو الدعوة في وزارة الشؤون السلامية و الدعوة والإرشاد أهلا وسهلا و مرحبا بالشيخ أياكم الله أخي الكريم و رحب بك و كبير الشيخ تركي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقولون في ميزان حسنا قبل هذه المداخلة نسأل الله عز وجل بالشفاء و العافية لوالدتكم الكريمة و مرضى المسلمين شيخنا الكريم و إياك لو تكلمنا حفظكم الله عن التغافل هذا الخلق الفاضل الذي كان يقوم به رسول الهدى صلى الله عليه و سلم و كذلك صحبته الكرام عما يجدون من بعض المواقف و ليس هو غفلة بل تغافل حتى يسمو الإنسان بهذه الإخلاق الإسلامية العظيم و تأثير ذلك على سلامة القلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله و سلم و مبارك على نبينا محمد أولا أنا أعتقد فضيلة إمام الحرم الشيخ ماهر أحسن أيما إحسان في تحديد هذا الموضوع قبل شهر رمضان المبارك كما تعلم أخي الكريم و هذه الكلمة دائما ما يؤكد عليها شيخ الإسلام بن تيمية و ابن القيم و العلماء الذين لهم عناية و اهتمام بما يتعلق بأعماء بسلامة القلوب و أعمال القلوب بشكل عام نعم العبد مكوم من جسد و روح و نحن على مقربة الآن من شهر رمضان المبارك و يحتاج العبد مع هذه المقربة أن يهيئ نفسه تهيئة قوية حتى يغتنم ليالي و أيام شهر رمضان المبارك هي فرصة عظيمة للعبد فهو بحاجة إلى أن يتهيئ لها أعظم ما تتهيئ به لرمضان هو أن تهيئ صدرك و نفسك لطاعة الله سبحانه و تعالى بقدر هذا التهيئ بقدر ما يكون أجر العبد و بقدر ما يكون استثماره لشهر رمضان المبارك الجانب الأول ما يتعلق بجانب الرغوث هو الأساس لأن الرغوث إذا قوية قوية البدن و إذا ضعفت ضعف البدن إذا قوية اتصال الرغوث بالخالق قوية اتصال البدن بالخالق جل وعلا و من هنا نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على و إن في الجسد مضغف إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتاك على القلوب كالحطير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء و أي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فتكون على قلبين على أبيض مثل الصفة لا تضره فتنة مدامة السماوات و الأرض و على أسود مربادا كالكوزي مجهسية لا يعرف معروفا و لنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه من أعظم ما يحقق للأنسان قوة القلب و قوة الروح هو تلامة القلب و تلامة الصدر و التغافل هذا الخلق العظيم الذي أشرت إليه أخي الكريم القلب إذا صفى و لم يكن فيه إلا الله سبحانه وتعالى فإن الدنيا تهون في قلب صاحبه و أيضا يهون عليه النظر فيها بحيث أنه يسمو أن يحمل في قلبه حسدا أو حقدا أو محاولة للانتقام أو محاولة للإيذاء لأن هذا القلب مع الله و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ذاك الغلام الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما و هو في سن مبكرة جدا من حياته زرع في قلبه هذه المعاني فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تجده تجاهك من أعظم ما يحفظ العبد به ربه جل وعلا أن يكون قلبه تليما من الحسد من الحق من الأمراض و حتى تصف هذه النخوض المجتمع الذي يسود فيه هذا الخلق سلامة الصدق و التغافل هو مجتمع تسود فيه الأخلاق الكريمة و القيم الفاضلة و المعاني الحسنة الحسن البصري رحمه الله و بالمناسبة الحسن البصري من العلماء الذين ينبغي أن نهتم اهتماما كبيرا بوصاياهم و نصائحهم حتى إن الإمام بن جوزي رحمه الله كان يقول ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أوتيها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما استمعت إلى مواعظه قالت من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة ماذا قال في التغافل؟ قال ما زال التغافل من فعل الكرام ما زال التغافل من فعل الكرام الإمام أحمد يقول تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل البعض يظن أن التغافل هو ضعف والحقيقة ليست ضعف فرق بين التغافل والغفلة التي ذكرتها التغافل هو الذي يكون معه علم و معه إرادة من العبد يريد بذلك وجه الله الدار الآخرة أما الغفلة فهي غالبا يصاحبها الجهل و يصاحبها عدم المعرفة فرق بين من يعمل يريد ما عند الله و بين من يعمل لأمور لا يدرك معنا نعم الله أحسن إليك شيخنا الكريم لو ختمنا بس بتساؤل الحسن البصري هل كان من الصحابة من التابعين؟ من التابعين رحمه الله لكنه أدرك أم المؤمنين عائشة بلا شك نعم شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور راشد بن عثمان الزهراني عضو الدعوة في وزارة الشمسية والدعوة والإرشاد شكرا جزيلا لكم نعود إليك ضيفنا الكريم شيخ تركي للحديث وفقك الله عن قضية البعض ربما يقول أخشى أن تمس كرامتي أن يحدث شرخ في تكويني النفسي حينما يخطأ علي ولا أن تقم كيف يمكن أن نعالج هذا الأمر؟ أنا أذكر هنا موقف جميل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما و هذا الرجل يعني هو صاحب المكانة العالية و الدرجة الكريمة هو من العبادلة و هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه و علا لي و سلم و هو ترجمان القرآن و حبر هذه الأمة و بحرها له هذا المكان العظيم مرة أظنه كان في الحج و كان معه بعض أصحابه فكان فيه رجل يلحق به و يشتمه و يسبه و هو لا يرد عليه فلما أكثر عليه التفت إليه و قال يا هذا أتسبني أو تشتمني و فيي ثلاث خصال فالمتبادل للذهن أنه حبر الأمة مثلا هذه الخصال أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه من الصحابة الكرام و أنه لكنه رضي الله عنه لم يذكر شيئا من هذا بل ذكر شيئا يستطيع كل أحد مننا أن يكون كذلك لا يمكن أن نكون نحن أن أحدنا حبر القرآن أو حبر الأمة أو ترجمان القرآن أو ما شابه لكنه يمكن أن يكون أحد هذه الصفات الثلاث ما هي شيئا قال يتكلم عن نفسه هو عبد الله بن عباس قال والله ما فهمت آية من القرآن طب وهو ترجمان القرآن ما فهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن كل الأمة فهموا فهمي يعني لا يريد أن يكون هو مميزا بشيء عن الناس تمنى من سلامة قلبه و صفاء سريرته لو أن كل الناس فهموا ذاك الفهم و لم يكن له هو بذاته الثانية قال ما سمعت بقاض يقضي بعدل إلا وفرحت به و ليس لي عنده قضية يقول إذا سمعت بقاض يقضي بين الناس بعدل فرحت به و أنا ما لي قضاء عنده حتى أقول سأستفيد من هذا غير أني أفرح للناس أن يكون بينهم من يقضي بحق و لا سمعت بمطر يعني نزل على أرض إلا وفرحت به و ليس لي فيه سائمة يقول ما لي لا يعني غنم غنم ترعى أو مزرعة ترتوي غير أني أفرح للناس أن يأتيهم هذا الغيث فيستفيدون منه صح فألجم الرجل المراد أنظر إلى هذه الروح الشفافة العظيمة أنه وصل إلى مرحلة أنه يحب الخير للناس و يتمنىها له أنا أتصور أن كل مسلم إذا نظر بهذه النظرة و أنني أفرح لكل مسلم بل و أتمنى كل خير الله و هبني إياه ليته يكون لكل مسلم هذه الروح في الغالب سيسعد صاحبها أولا و سيسلم قلبه بإذن الله تبقى ما تفضلت به مسألة أن بعض الناس يقول لي أخي أنا أخشى والله أنه شخص يسبني أو يشتمني أو يسئلي و بعدين أنا يعني لا أتعرض له بمثل ما تعرض لي قد يكون هذا فيه إساهة لي صحيح أنا أقول يا أخواني الله عز وجل يقول فمن عفى و أصلح فأجره على الله و خيرهما الذي يبدأ بالسلام بالعكس أنت الآن أنت تأخذ الدرجة الأعلى و الدرجة الأكرم صحيح و يخجل الطرف الآخر منك و بالمناسبة هذا الأمر بعض الناس يقول هذا أمر شرعيا فقط لا ليس أمر شرعيا فقط يعني في الشرع بدون شك أن الذي يعفو و يصفح و تسامع عن أخطاء الآخرين أن هذا هو المكرم دنيا و أخرى لكن حتى في علم التعامل يعني إنسانيا فإن الإنسان الذي يتعامل بالصفح و التجاوز يحظى بمحبة و تقدير من الآخرين ما شاء الله أنه فلان قد يعني بإمكان أن يسئلي و لكنه صفح انظر إلى مسلمة الفتح تعلم أنه خلال عشرين يوم أسلم آلاف في مكة و ضواحي مكة لا يعرف سبب أكبر من عفوه صلى الله عليه و علا و سلم في يوم الفتح و نداءه الشهير الأثير العظيم اذهبوا فأنتم أطلقا هذا العفو عند المقدرة يوم أنقدر صلى الله عليه و علا و سلم فعفى كان الرد و هذا الذي نريده يعني ألم يكن صلى الله عليه و سلم يقول كرامة التي مست أنا طردت لا أحد يزايد على الرسول صلى الله عليه و سلم يقول يا أخي ما جاه ما أل جاه ألقي على ظهره سنة جزور يعني أؤذي صلى الله عليه و سلم بكل صور الإذا و هو من هو قدرا و مكانا و مع ذا صلى الله عليه و علا و سلم أبى إلا أن يكون من هنا من صحن هذا المطاف صلى الله عليه و علا و سلم قال اذهبوا فأنتم أطلقا هذا المعنى جذب به القلوب و لو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حوله و أتذكر أيضا قول لأحد الشعراء يقول أقول لهم لا أبى لأبي كموا من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا إلى أن قال و إن أكلوا لحمي و فرتوا لكل ماهم و إن هدموا لي مجدا بنيت لهم مجدا يعني السمو في الخلق و التعامل خصوصا مع القرابة و الأصدقاء و الأحباب أنا يعني لا أعلم ربما ذكرت في برنامجنا هذا سابقا أو لا لكن ما في بأس و دائما ما أعيد هذا الموقف لكن لمناسبة جميل أنني أذكر أن شخصا أنا إمام مسجد منذ ربع قرن و لله الحمد لله يتقبل الله يتقبل فمرة أحد الشيبان في المسجد قال أنت أخرت الإقامة يكلمني قدام جماعة المسجد بعد الصلاة يا أخي مسجد أبوك أخرت هنا أنتم ما فيك خير أنت كذا و بدأ يبكتني و يتكلم عليه أمام الناس فالحقيقة أنني يعني في حرج من أمري هل أرد عليه ما أرد أنت غضبت يعني هو بدون شك يعني يعني يهزك بالعربي يعني بس يعني لو بينك و بينه ما صبرت كيف أمام الملأ و بعدين أنت إمام مسجد يعني الوضع يختلف مكان احترام من الناس ثم يأتي هذا الحقيقة ألهمني الله وقتها و سكت و قمت تسنن و الرجل ما أدري من حدثه من الناس و واحد قال لي يا أخي في شيء بينك أكلم رجال بينك و بينه الحاصل رجل انصرف و أنا تسننت و بعد السنة و أنا خارجة لبيتي بدأت و حدث نفسي نفس الكلام اللي قلت يا شيخ عدرسا يعني حي رجال أهانك و أهان كرامتك أمام الناس عجزان ترد عليه بكلمتين ما أنت قادر تقول لي يعني أنت عندك رد و تعرف وش ترد الله العظيم صراحة أنك ضعيف شو هذا الشيطان هذا أي وقت بس خلني شوف قدرا و أنا راح لبيتي طلع إلا والله هو جاي الشايب قلت إجابها الله خليلي أبرد سبدي الحين الآن فلما رآني نزل الشايب والله العظيم يشهد الله عليه والله الشايب يبكي و جاني قال يا ولدي والله إني لأقب بالراسك يا عم عين خير لا والله أنت خدتني بحلمك و عفوك و صبرك علي أنا يا ولدي عندي ضغط و عندي سكر و لا قدرت أتحمل فلما رأيت حلمك علي و لطفك علي و أنك ما تكلم و أنت و أدري أنك تقدر تتكلم و ترد والله إن هذا أخجلني و أنا والله ألمهم أقسم علي إلا يقب بالراسي هو ما يدري ماذا كان الشيطان يعني يعتلج فيه من وسوسه فالحقيقة لا يا عم من تبون و بدعادي و ما حصل فماذا لو إنني ردت عليها الكلمة بمثلها هل سأحصل على مثل هذا الرد منه بدون شك حقيقة رده هذا علي لا يقدر بثمن بالنسبة لي و لا يعدل أطلاقا ردي عليه بل و أعجب من هذا يا شيخ عبد الرزاق لما رجعت للمسجد يعني في فروض قادمة جاءني بعض جماعة المسجد قالوا جزاك الله خير حقيقة أعجبنا حلمك ترطفك بالرجل فقلت في نفسي سبحان الله الله أنا عم علي إني سكت و صبرت و صفحت صحيح و لو أني يعني ردت و قلت كرامتي و ما شابه لخسرت الرجل و خسرت الجماعة صحيح و أيضا احترام للمسجد شيخنا الكريم المسجد ما هو مكان للجدار بدون شك و المراء و غيرها من تلك الأمور شيخنا لو انتقلنا أيضا إلى موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه و أرضاه صديق هذه الأمة مع الفاروق و عمر بالخطاب حينما كان بينهما خلافة وجه أبو بكر رضي الله عنه و أرضاه إلى الرسول لهدى صلى الله عليه وسلم و قال أنا أظلم أنا أظلم و جثى بركبته عند خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا تكلمنا عن السمو الخلق لهؤلاء الأفذاذ خير القرون و هم خذيجوا هذه المدرسة المباركة لرسول لهدى صلى الله عليه وسلم يتساءل الناس دائما ما سر هذه المكانة العظيمة لهذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه و أرضاه ما هو سر أن هذا الرجل دائما الأول دائما المكانة الشريفة له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأسباب كثيرة من أهمها هذا الخلق النبيل بالمناسبة هذا ليس الموقف اليتيم لأبي بكر رضي الله عنه بل له مواقف العفو كثيرة من ضمنها ما تفضلتم به من موقفه مع الفاروق فإنه رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن الرسول يعرف أبو بكر يعرف ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرد أن يقع في نفس أخيه عمر رضي الله عنه شيء فقال يا رسول الله أنا أظلم أن أظلم طمع قضي بالرسول صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتم لصاحبي فإنه قد صدقني و مكذبني الناس وبدأ يثني على أبي بكر رضي الله عنه لكن شاهدنا ما تفضلتم به أنه هذا الموقف النبيل من أبي بكر الصديق حتى أنه مرة ثلاثة من الصحابة يعني سلمان الفارسي و سهيب الرومي و آخر أتى أبو سفيان قبل أن يسلم و قالوا لم يتمكن السيف من هؤلاء فأبو بكر رضي الله عنه يرتجي لعل أبا سفيان أن يسلم فقال يعني إن أبا سفيان من عظماء قريش أو ما شابه فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم و غضب فقال لعلك أغضبتهم يا أبا بكر فذهب أبو بكر رضي الله عنه مرة إلى هؤلاء الثلاثة و قال يا إخوتي لعلي أغضبتكم سامحوني قالوا لا والله ما أغضبتنا موقفه الأعظم في قصة الإفك نعم لما منع العطاء عن ابن أخته في حاتة الإفك الشهيرة نعم حتى أنزل الله عز وجل مصطح من هذا لما قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى نحب بلى نحب و أعاد ما كان يعطيه من العطيات مع أن الأمر جد و خطير و أنا أقول لكل شخص لتخيل أحد يخوض هذه الإشارة جميلة منك بعرض ابنتك و زوجتك الأمر شديد جدا على النفس لأن بعض الأخواتنا يقول يا أخوي ما عليش يعني بعض الشغلات تمبل لكن بعض الأخطاء لا ما أعتقد يعني أتصور الله و أعلم في أشد من هالخطاء و مع ذلك و لهذا ردت فعلة كان الطبيعية أنه و لذلك الله سبحانه وتقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني من حقك أن لا تعود لكنه أراد الدرجة العليا فقال بلى أحب بلى أحب و هذا المعنى اللي تكلم عنه دكتور عثمان قبل راشد قبل قليل اللي هو مسألة النظر للآخرة أنا أحب أن يعطيني الله حسى وجل حتى لو كان على حساب بعض الأمور الدنيوية فهذا النظرة دائما و أنت تعامل مع الناس تذكر الآخرة و الجنة جميل الشيخ الكريم لو تكلمنا هنا عن الأمور المعينة على سلامة القلب كيف يوطن الإنسان نفسه على أن يكون قلبه سليما على إخوانه هذا الموضوع أنا أعتقد أنه غاية في الأهمية جميل و هو أنه إذا اتفقنا أن هذا يعني بطبيعتنا البشرية أننا قد نغضب و قد نحسد و قد نحقد و يعني طبيعة البشر هكذا فما هو السبيل هذه القلوب هذه القلوب جعل الله عز وجل لها أدوية تتداوى بها جميل و من ضمن ذلك القرب من الله سبحانه و تعالى بقراءة القرآن و الصلاة و الذكر فإن هذه جلاء للقلوب و لهذا الإنسان كثير الذكر كثير قراءة القرآن كثير الصلاة يغلب في حاله أن قلبه سليما و ينشغل عن الناس لأن سبحان الله ينشغل بتغذية هذا القلب بالأعمال فيجد القلب سلوة و غنية عن أن ينصرف إلى مسألة قالوا و قلنا و ماذا صنع الناس أنا أذنت لي شيخ أيضا أن العبادات الإنسان لما يعملها هناك أمران جميلان في هذه العبادة الأمر الأول أنك تزود بالحسنات الأمر الثاني تنشغل عن فعل المعاصي فتكسب من الجهتين بدون شك بلا شك و لهذا أنا أقول العبادات هذه مهمة جدا لأن يكون لين بعض الناس و هذا تساؤل يقول بعض يقول يا أخي أنا يمتل قلبي ضغينة أو يمتل قلبي حسن و شا الحل يقول هذا مسألة يعني ما هو بيدي أني أخرجها مثلا صحيح نقول الحل في مثل هذه المسألة هذا القلب يحتاج إلى أنك تورد عليه الحسنات القرآن الصلاة الذكر الصدقة الأحسان إلى الوالدين سبحان الله هذه الأمور تجعل من هذا القلب قلبا عظيما روحانيا مما يعالج القلب الدعاء و هذا من أعظم الأمور ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمن فالدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينق قلبي من الغل من الحقد من الحسد من الأمراض من الكبر صحيح هذه أمراض القلوب لما أدعو الله عز وجل في كل فرصة تأتيني في الدعاء مثلا اليوم الجمعة في آخر ساعة فأدعو الله عز وجل ليكن من ضمن دعاي اللهم نق قلبي من الحقد من الحسد والغل والكبر اللهم اجعل قلبي قلبا عامرا بحبك و حب من يحبك اللهم املأ قلبي عفوا و صفحا ما أجمل مثل هذا الدعاء أن يكون يعني يحدثني أحدهم من الأيام الطيبين يوم في وسط الرياض حينما كان الرياض مساحته محدودة يقول في الصباح إذا نزل المطر يكون هناك ربما عراق و كلام وجدال بين أصحاب البيوت في قضية دخول الماء السيل على بيتهم و هذا يعدل على بيت هذا ثم يكون في الشارع أو في زقاق صغير يكون بينهم جدال يقول في آخر العصر هؤلاء المتشاجرون يقول نتفاجأ أنهم يتبادلون طرف الحديث و بينهم سماحة و يشربون الشاي و القهوة و كأن شيء لم يحدث تجاوز المرحلة تجاوز المرحلة تماما و الإنسان ربما يكون بينه و بين أخيه شحناء و مشكلة لكن الإشكال أن يستمر الإنسان على هذا الأمر و لهذا من ضمن الأسباب أيضا في علاج القلب و التصورة هذه مهمة جدا نعم نوعية الجلساء و الخلطاء يأثر ذلك بدون شك مثلا أنت خيل أن أكلمك الشيخ عبد الرزاق و قلت فلان يا أخي هذا أنسان حاقت عليه سراع يا أخي أسألي ثم قلت لي أنت يا أبو جاد عين خير هذا أخوك ترى ما المسلم يصفي قلبه هذا التأثير و الدنيا فانية نعم يأثر علي طيب لو كان العكس تغذية أنت أنت تقول لي تقول لا والله ما لحق والله العظيم لو مكانك والله ما أسكت يسمونها التعبئة النفسية الآن أنت شحنتني أكثر على حق هذا الآدمي صحيح و لهذا من علاج القلب من دوائه أن تجالس أصحاب القلوب السليمة والله من أحسن ما في الدنيا أن تجالس و ناس قلوبهم ملأ بالحب و العفو و الصفح و التسامح يا أخي هذول سعادة جميل لأن بعض الناس تجلس معهم تخرج بطاقة سلبية مخيفة حتى أيضا يكون قلب مخرجنا سليما علينا سنخرج بهذا الفاصل تم و نعود إن شاء الله لاستكمال هذه الحلقة فأكونوا معنا إن سلامة الصدر خصلة من خصال البر العظيمة فحري بالمسلم أن يوليها عنايته واهتمامه وخاصة في هذه الأيام ونحن نستقبل شهر الصيام فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام سبب لإزالة ما في القلوب من الفساد فتُقبل النفوس على الصفح والعفو والمسامحة فعن أبي ذر رضي الله عنه قال فعن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر أي رمضان وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ويذهب مغلة الصدر قال قلت وما مغلة الصدر قال رجس الشيطان ومما يعين على سلامة الصدر الإخلاص لله تبارك وتعالى والطاعة لولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثٌ لا يُغِلُّ عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه ومن أعظم أسباب سلامة الصدر الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوةً وحفظاً وتعلُّماً وتدبُّراً فكلما أقبل العبد على كتاب ربه سلم صدره وصلح قلبه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدًى ورحمةٌ للمؤمنين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام الجديد وترحيبنا ثاني مضيفنا الكريم فضلة الشيخ تركي بن عبد الله الغامدي الباحث والداعي الإسلامي أهلاً وسهلاً ومرحباً بك شيخنا الكريم الجديد الله يحييك يا عبد الرزاق شيخنا ربما تابعنا هذا المقطع من خطبة الحرام من مكي الشريف التي لقيت بعد ظهري هذا اليوم المبارك الجمعة هل من حديثٍ وتعليقٍ حولها؟ الشيخ تحدث عن مسألة مهمة جداً نعم وهو أن من أحسن ما تستقبل به شهر رمضان المبارك نعم أن تصفي قلبك وأن يكون قلباً سليماً وأن أيضاً من أعمال الصوم يعني من فوائد الصوم يعني الصوم يعني فيه تنقية للنفس وتهذيب لها ومن ضمن ذلك أن الإنسان يعني يتفرق قلبه للعبادة والطاعة وبالتالي يبعد عن مسألة الغل والحقد والحسد جميل والحقيقة وناس كثير أنا أعرفهم من شيخ خلد الرزاق ومن رأى عليه هذا كثيراً نعم أنه إذا جار رمضان سبحان الله يعني يوقف موضوع المشاحنات والأمور يقول الآن هذا بين الناس يقول لك إحنا في رمضان وحتى يعني إذا ساب أحد أو شتمه فليقول إني صائم إني صائم أجل هذا فيه تنقية لقلبك وتصفي له من مسألة المشاحنة الإسلام ترى سبحان الله في أمور دقيقة جداً لتخيل لا يتناجى ثنان دون ثالث لماذا؟ حتى لا يقع في قلبه حتى لا يقع في قلب هذا الثالث على إخوانه الشيء يقول وش يتكلمون فيه ربما الأمر يخصني الإسلام يعني اعتنى بمثل هذه التفاصيل الدقيقة جداً صح فشهر رمضان لما يكون المسلم مقبل على العبادة والأعمال الصالحة يجد أنه من الخطأ أن أضيع هذا الشهر وقداسته وما فيه من خيرات بمسألة حقد على شخص أو بغض شخص أو التشفي من شخص آخر أو أن يتكبر الإنسان على شخص بل بالعكس ما أجمل ما أجمل أن يكون شهر رمضان والصوم تحديداً أن يكون فرصة لتنقية القلوب بمعنى أنني أنظر إلى قلبي ما هي الأمراض التي أعانيها في قلبي أنا فأسعى في رمضان من ضمن مكاسب التي أسعى مثلاً أقول الحمد لله أني كنت مثلاً إنسان أحسد الناس على ما أتاهم الله فاجتهدت في هذا الشهر أن أصفي قلبي من هذه الخسرة الذميمة فخرجت بعد رمضان وأنا أحمل الحب والخير للناس جميل شخص مثلاً يعاني مسألة الشحناء والبغضاء والكره هذا ترى عذاب يعني أنك تشعر أنك تبغض الناس وأنك تحقد عليهم ترى هذه يعني عذاب للشخص نفسه فأسعى مثلاً خلال هذا الشهر أن أجعل قلبي يحمل للناس الود والخير والمحبة و أسأل الله أن يكفينا و إياهم الشر فهذا الشيء جميل و الشهر فرصة عظيمة جميل الشيخنا دعنا ننتقل إلى جانب آخر أنت ألمحتها إليه لكن نريد أن نأخذه باستغاضة أكثر و بشرح واف عنه القضية يا شيخ إدراك أن مثلاً هذه الأرزاق التي تأتي للإنسان هي من الله عز و جل ذو المن الواسع و الفضل الكبير و ليست قد سلبت من حقي أنا يعني الله عز و جل ذو فضل عظيم صحي قضية أنه إذا أعطى الإنسان ليسها أنه سيقصر بحقي أنا و إنما هي أرزاق مقسمة بقدرة العز و جل كذلك الصحة إذا أعطي إنسان صحة ليس لم تستنينك أنت و إنما هي من الله عز و جل هذا المعنى إذا ارتكز في القلوب تأثيره عليهم أمراض القلوب لها أثار سلبية جداً جميل يعني من ضمنها التعاسى الإنسان الذي قلبه مريض سواء بأمراض الشبهات نسأل الله العافية في الدين قد أشار له الشيخ مهر بالمناسبة أو أمراض الشهوات أو أمراض القلوب اللي هي الغل الحقد الحسد الكبر الشحناء البغضاء إلى آخره نعم هذه تجلب التعاسى للإنسان و ثانياً تجعله لا يشعر بما أعطاه الله عز و جل هذا الحسود الذي يحسد إنساناً على شيء أعطاه الله عز و جل أضعاف ما أعطى ذاك ربما و لكن سبحان الله يعني يظل الحسود يحسد الناس حتى لو على أقل الأمور و بدل أن تستمتع بالنعمة اللي الله أعطاك إياها أنت الآن تبدأ تحسد هذا الإنسان على ما أعطاه شوفه فلانه شيء أعطاه طيب أنت و شاء الله أعطاك ليش ما تستمتع بالنعمة اللي عندك الآن بدل من أن ينشغل قلبك بها أولا الناس أعطوا أو منعهم صحيح هذا المرض تقول فلا أنت رأي حقد عليك حقد ليش سويت أنا أحد يحقد علي شوف نفسه حمامة السلام لا يا حبيبي أنت عندك أخطاء مثل ما تحب أن يعفوا الناس عنك و يحسنون الظن فيك تقول والله أنا ما لي قصد في الكلمة الفلانية أنا ردة فعلي كانت عن غضب في ذلك الموقف طيب لما لا تلتمس ذات العذر للناس الآخرين الذين أن تحقد عليهم أو ما شابه و لا بد هنا أن ألمح إلى مسألة مهمة للغاية جميل وهي أن بعض الناس يقول طيب أنتم الآن تقول يا أخي أعفوا و أصفحوا و كذا طيب ليش ما تتكلمون عن اللي يخطوهم أساسا هؤلاء يعني يكفي الإنسان إثما أني أكون تسببت في أن أخي يقع في إثم يعني أنا أخطي في حقك وأسيلك و بالتالي أن تحقد علي وتحمل الشحناء في نفسي أنا أحمل إثم خطأي و إثم ما وقعت أنت به و لهذا أنت به أن تخطيه في حق أحد فإن حصل بادر بالاعتذار و بادر بطلب الصفح و ترى هذا يا أخي ما ينقص من شانك إني أجي و أقول يا أبو عبد الله تراني أخطيت في حقك تكلمت في حقك كلمة فلانية أو تصرف الفلاني أنا و الله أعتذر منك أرجوك أصفح عني سامحني أنا مستعد بما يرضيك ما أجمل هذا الخلق المبيع و بالغالب يعني 9.9 الناس يعفون الناس يعفون لم يكن مئة بالمئة و الشيطان يأتي و يقولك لا والله ما يسامحك لا صدقني الطيب ترى يثمر في الناس و لا يعرف يعني لساني على قوتيم يعد على الأصابع من كل مواقف الأصل في الناس كل من أتي له وعب تذير منه أنه يسمح شيخنا يعني لو انتقلنا أيضا إلى موقف ظنه للشافعي رضي الله عنه و رحمه رحمة واسعة كان في درسه فتلاح مع أحد تلاميذه أو كذا ثم صار بينهم خلاف فذهب هذا التلميذ لحال سبيله و داخل منزله فذهب و طرق باب هذا التلميذ فقال من؟ قال محمد بن دريس يقول ظننت أن في بالي أن أي واحد اسمه محمد بن دريس في العالم هذا الشخص ما عاد الشافعي أن يكون الشافعي لأنه كان بينهم جدال و خصام شديد جدا في هذا الدرس ففتح الباب و أعتذر منها الشيخ أعتذر لتلميذه و طبعا سلفنا الصالح قريبين من كل خير نساء الله عز وجل أني رحمهم برحمته هل من تعليقا حول هذا الدرس؟ طبعا مع أنك تتكلم عن عالم مع تلميذه نعم يعني المسألة هذا يقول أنا كيف أنزل أي يعني مثلا أفرض أن أب أخطى في حق ابنه أو مدير في حق أو مدير في حق موظفيه نعم تمام أو شخص مع عماله بعض الناس تأتي أنا فيقول يعني ما بقى الله أن أروح أعتذر منهم و أقول أخله كيف لا يعني أنا مدير و أنا و أول لا بالعكس سيكون أولا من تواضع لله رفعه و ثانيا هذا صاحب حق صح هذا صاحب حق و ثالثا ثق تماما يعني حتى و هذه مسألة تربوية مهمة صحيح هذه ستؤثر في نفسية الطالب هذا و أنا أذكر أن أحد المعلمين أخطى في حق أحد الطلاب في يعني أحل الموضوع عديا و انتهى أنه خلاص انتهت المشكلة بعد ذلك جاء المعلم إلى الطالب أمام زملاء في الفصل و قال يا أبنائي أنا حقيقة زميلكم فلان ناداه و وقف بجنبه أنا حقيقة خطيت في حقه صح أنه تلميذي و يعني لي عليه دالة التعليم لكن مع ذلك يظل حق و قبل رأسه أمام زملائه لا تتخيل هذا الموقف يعني كيف صنع في نفس الطالب و في نفس الطلاب الآخرين و بدون شك هذا المعلم أيضا سيرتاح فمبادرتك مهمة جدا في مسألة نشرك للتسامح و العفو و الصف هذه مهمة للغاية نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف الجيش فيبدو أنها يعني أحد الناس كأنه تقدم فالنبي صلى الله عليه وسلم و خزه في بطنه و قال لي ارجع و قالوا جعتني يا رسول الله قال أريد أن أقتص فرفع صلى الله عليه وسلم رداءه عن بطن شريف و قال تعال أمام الجيش مع أنه خير الخلق فأتى الرجل و أخذ يلثم بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقبله و يقول يا رسول الله إننا في معركة و قد أكون يعني ممن يعني يقابل الله فأرجو أني آخر ما يكون لي في الدنيا أنني مسست جسدك لكن انظر إلى خلق صلى الله عليه وسلم حينما قبل بمسألة الصفح و العفو الله أكبر نعم شيخنا دعنا ننتقل أيضا إلى جانب آخر و نحن هنا نتحدث عن الصفح و العفو في هذه الحلقة المباركة كيف يمكن أن نغرس العفو في نفوس أبنائنا و أطفالنا و مجتمعنا و نشيع هذا المفهوم العظيم صحيح هذا كلام جميل يعني حيانا مثلا نقول لا لا تسكت له هذا خطفي حقك خليك رجال فضحقك تمام فلان سبك قم سبه سب مضاعف لماذا لا نعلمهم طبعا لا بد أن نفرق فيه عفو فيه ضعف صحيح فالعفو عند المقدرة أما الضعف ضعف فلكن أنه إنسان جاه و اعتذر منه لا لا تسامح لا يولدي بالعكس السماحة زينة طيب فلان سوا بي و حط بي لا و أنا أبوك ترى زميلك و ما يقصد منها الكلام خلك منتسامي طيب فلان فلاني هذا شوفوا ش عندهم حنا يبوي ما عندنا الشي الفلاني مثلا لا يولدي هذا حسد يسمى الله اللي يعطاهم عسى الله يزيدهم زرع مثل هذه الأمور ترى تصلح في الأبناء و تصلح في الطلاب و هذه مهمة تربوية عظيمة سواء عن الوالدين في البيت أو عن المعلمين في دور التعليم جميل شيخ أنا لو تكلمنا هنا عن النعيم المعجل في الدنيا ما هو يا شيخ؟ النعيم المعجل أنك تكون قلبك صافي من الحقد و الحسد و أن يكون قلبا سليم أنت تعيش سعادة عظيمة جدا في الجنة هل يوجد غل و حسد حتى لو كان هناك مواقف في الدنيا؟ خلاص نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابل هذا أن هذا نعيم هذا نعيم هذا من صور نعيم الجنة أن ما في صدورهم غل فما أجمل أنك تكون في الدنيا تشعر بهذا النعيم و هو نعيم من جربه و عرف لذته أن لا يكون في قلبه غل أو حقد أو حسد أو بغضاء أو شحناء على مسل يدخل عليكم رجل من أهل الجنة يا شيخ لو علقنا هذا الحديث هذا موقف عظيم جدا و هو الرجل الله يجعله ياكم من أهل الجنة كلنا يريد الجنة و الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا ما هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل ذهب لعبد الله بن عمر و بات عنده ثلاثة ليالي ينظر إلى عمله لحظوا يا أخواني نحي مهمة يقول وجدت مثل بقية الناس صلاة و صومة مثلنا يعني ما في فرق ما في زيادة قال يا رجل والله ما بيني و بين والدي شيء غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فما هو العمل قال هو ما رأيت فلما و الله عبد الله بن عمر ناداه قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت و في قلبي على مسلم غل أو حقد أو حسد شوف شيخ عبد الرزاق يعني لا أبيت يعني ممكن يمر بي لكنني أصفي أصفي قلبي قال بهذه وهي التي لا نطيق الله وهذا ما قدمنا به أن الموضوع يحتاج أنك تبدو الجهد لأجل أن تجعل من قلبك قلبا سليما و تتعجل هذا النعيم في الدنيا علك أن تحوزه على سرر متقابلين في جنات النعيم الله يجعنه إياكم من أهله الشيخ الله الكريم أنت تكلمت هنا لا يتناج اثنان دون ثالث من أنجل أن ذلك يحزنه أو كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك لا يبيع لمسلم على بيع أخي صحيح لو تأمننا بالشريعة الإسلامية تجدها دائما ما تقطع دابر الخلافات والاختلاف حتى لا يكون هنا ينشأ خلاف بين المسلم و أخي هذه المسائل أصلا سبحان الله في الشريعة لو تأمل الإنسان لا شراح الأحاديث لما لا يبيع المسلم على بيع أخيه لا يخطب على خطبتي أخيه لا يتناج اثنان دون ثالث يعني يجلس حيث تابه المجلس لا يقيم الرجل المكانة كل الأمور تدور على مسألة ألا تسبب في قلب أخيك شحناء أو ضغضاء أو إحساس بأنك متكبر عليه أو تأخذ حقه يعني الشريعة سبحان الله حمت هذا الجانب بشكل عظيم جدا و الإنسان الذي يتأمل هذا المعنى يدرك أن موضوع سلامة القلب موضوع مهم جدا للغاية جميل إذن كل الشكر و التقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ تركي بن عبدالله الغامدي الباحث و الداعي الإسلامي شكرا لكم أبا زيت شكر موصولي أخي و زميلي في العدادة نسل بوارد و كذلك زميلنا تركي مجرشي و مخرجنا الكريم و كافة زملاء طاقم البرنامج نسل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينصر إخوتنا من الجنود على الحدود و أن يوفق كذلك قيادتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين و كذلك سمو لعهده الأمين إلى كل خير و فضيلة و أن يسعدهم في الدنيا و الآخرة و إنه سميع قريب مجيب الدعاء نلقاكم إن شاء الله بخير و على خير و أنتم بصحة و سعادة دائمة نسل عز وجل أن يبلغنا و إياكم كذلك هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك و أنتم بصحة و سعادة و سلامة و أن يعنينا و إياكم على قيامه و صيامه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة